لو قلتلك ان احنا بنعيش عصر ميسي يبقى مش كلام جديد لو قلتلك ان ميسي كائن فضائي لا هو اكتر من كده بكتير لو قلتلك ان ميسي اعظم لاعب في التاريخ عادي كلام عادي يعني كلام مش جديد لو قلتلك ان ميسي شاي للارجنتين لوحده برضو كلام مش جديد قوي يعدي يعني فالكلام على ميسي بصراحة يعني وانا النهاردة جاي وبفكر وبحضر وبقول وعايز اقول هقول الكلام اللي بيتقال كل يوم على ميسي من 17-18 سنة 17-18 سنة 17-18 سنة احنا هزا الجيل المحظوظ اللي شاف ليونيل ميسي وشاف طبعا كريسان ورنالدو واقول لكم بس ليونيل ميسي وكريسان ورنالدو والخناقة اللي شغالة دي هنتكلم عنها شوية بنقولها على اي لعب كبير في اي منتخب بس هو حرفيا ليونيل ميسي بيقود الارجنتين لنهاء كأس العالم 2022 ليونيل ميسي من ست مباريات كان هو الافضل في اربعة كان هو الافضل افضل لاعب في اربعة ليونيل ميسي هو على رأس الهدفين مع كلا يمبابيه في هذا الكأس كأس العالم 2022 ليونيل ميسي هو داخل على الستة وتلاتين سنة بيقود الارجنتين برشاقة ومهارة وقدرة بدناية عظيمة ليونيل ميسي مبهرة جماعة احنا مع سنين قدام يعني هنقول لأولادنا واحفادنا احنا اللي محظوظين احنا الجيل اللي شافه ميسي لايف قدام التلفزيون وهو بيلعب مباريات لايف انتو شفتوه على اليوتيوب شفتوه وفرجته على القطات ليه احنا بنتفرج على المباريات لميسي ميسي النهاردة سجل هدف وصنع هدف رائع جدا الفارس على فكرة جوليان الفارس لعب منشستر سيتي سجل هدفين النهاردة وكان واحد من نجوم المباراة ايضا المفاجأة او مش المفاجأة المفارقة ان جوليان الفارس ده البديل بتاع هلند في منشستر سيتي كمان مش الاساسي بس هو واحد من افضل لعيب الارجنتين يعني احسن اللعيبة احسن اللي موجودين في الجيل يعني بعد ليونيل ميسي طبعا فتبتتكلم في لاعب واخد الارجنتين لحد البطولة ويقولك اصل ليونيل ميسي محتاج البطولة دي محتاج كاس العالم عشان يبقى اسمه اقفل اللعبة هو اقفلها اصلا من زمان هو اياملي تاني عشان يقفل اللعبة هو اقفلها بس هو في حقيقة الامر ان فعلا كاس العالم هينول شرف ان ليونيل ميسي شاله لو حصل يعني والارجنتين قادر كاس العالم وان كنت ما زلت عندي السقة والحلم والامنيات ان المغرب في الاخر هي اللي تشيل كاس العالم بس على فرض ان ليونيل ميسي شال كاس العالم فشرف لكاس العالم شرف لهذه البطولة العظيمة اهم بطولة في كرة القدم ان اعظم لاعب في التاريخ بيشيل الكاس ده وبمناسبة اعظم لاعب في التاريخ فيه اخناقة كده اللي دايما بتحصل هي اخناقة عالمية بصراحة برضو عشان ما نقولش ان هي اخناقة عربية او مصرية يعني اللي هو مين اعظم يا جماعة ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي لو خد كاس العالم هيبقى اعظم من كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو لو خد اليورو مع البرتغال هيبقى اعظم من ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو لو خد دوري ابطال اوروبا هيبقى أعظم من ميسي وميسي لو خد دوري أبطال أوروبا هيبقى أعظم من رونالدو طب مين الهداف التاريخي طب مين اللي أرقامه مش عارف سجل قد كده أهداف مين اللي صنع أكتر مين اللي عمل مع منتخب بلاده أهداف أكتر مين اللي عمل مع فريقه شغلة أكتر وفي حقيقة الأمر يا جماعة بصراحة شديدة أنا من الناس دي أنا من أقولي نفسي يا بختك يا عم أنت حضرت ميسي وحضرت رونالدو وما فهمش بصراحة ليقولك إيه لا لا أنا بحب رونالدو أنا بكره ميسي جدا يعني إيه بتكره ميسي جدا وده بيتكره أنا بحب ميسي جدا بس بكره كريستيار رونالدو جدا هو ده يتكره يعني حبك للكورة وشغفك للكورة وأن أنت عايش أساطير زي دول يخلك تكره حد لا يا عم أنت محظوظ أصلا مش محتاجة تخش الخناقة دي آه ممكن ميسي كان بيلعب في الفرقة اللي أنت بتشجعها مثلا برشورونا فبتحب ميسي أكتر عشان كان بيساعد فرقتك كريستيار بيلعب في فرقتك اللي هي ريال مدريد وقتها يعني عشان دايما الخناقة دي اللي حسب أو مش الخناقة أو هي خناقة بصراحة كريستيار وميسي تمام كان جاي من برشورونا وريال مدريد مفهوم حب فرقتك وحب اللعب اللي بيساعد فرقتك أكتر بس أبدا أبدا لا تقلل من احترامك لميسي ولا كريستيار ورنولو إحنا عايشين اتنين لعيبة هما غالبا الأعظم في التاريخ آه طبعا عشان في ناس تانية تيجي تقولك إيه خناقة تانية بقى ثالثة رابعة لا 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 انت ما شفتش مرادونا مرادونا أحسن من مصر ماشي يا سيدي ما ده أسطورة وده أسطورة لا لا بس أقولك حاجة بقى زيدي الدين زيدان أعظم من كل دول يا سيدي برحتك طب أقولك إيه بقى الظاهرة رضاله مجاش مهاجم زيه في التاريخ يا سيدي برحتك زي المطربين كده لما تقول أنا بحب مثلا أنا بعشق فريد لطرش بس ما بحبش أسمع عن مكلسوم هل ده معناه أن مكلسوم مش أسطورة وعظيمة وكوكب الشرق ما برحتك يعني حب اللي تحبه وقول إن التاني ما بحبش أسمعه أو ما بحبش أفرج عليه أو ما بحبش أشوف بطولاته برحتك بس ما ينفعش أبدا تقلل من قيمة النجوم دي بس ليه يجي حد يقول لك أسلي ميسي ما ينفعش يلعب بالمناسبة مش عايز بس أخش في حاجات صغيرة ميسي هو واحد من أعظم اللعبين اللجوم في تاريخ الأرجنتين عشان هو ساهم بأرقام عبقرية مع الأرجنتين على مستوى صناعة الفرص على مستوى الأهداف على مستوى الأسستات على مستوى كثير من الأمور الفنية على مدار تاريخه مع الأرجنتين مفيش فترة ليونيل ميسي أثر فيها مع المنتخب الأرجنتين على مستوى إيه الأرقام بس دايما كانت الناس مستنية من ليونيل ميسي إيه الأرجنتين بتلعب في كاس العالم تاخد أي بطولة كاس العالم أنت بتلعب فيها الأرجنتين بتلعب في كوبا أمريكا تاخد أي بطولة كوبا أمريكا بتلعب فيها وده ما بيحصلش في الكورة عادة حتى لو معك أساطير مش طول الوقت بس هو نفسه ما أثرش صلاح انت برضه ان شاء الله محمد صلاح لما يعمل انجازات عظيمة مع منتخب مصر وناخد بطولها معايا ويبقى ارقامها عظيمة هتندم على كلام كنت ممكن تقوله احيانا على محمد صلاح انه اثر مع منتخب مصر وفي حيات الامر ارقام محمد صلاح من سعب ملايب مع منتخب مصر ارقام عبقرية بس انت دايما تمحاطك انا بقولك جميل الارجنتين بتعمل كده مع ميس من زمان انه هو مقصر مع الارجنتين وهو ما كانش مقصر مقصر بعض الجماهير المصرية الوليلة جدا تتعامل محمد صلاح احيانا انه هو مقصر وعمره ما قصر بس دايما النجم الكبير ده الناس بتبقى توقعاتها معاه عالية جدا نرجعتين